موسيقى يعاني المواطن الفلسطيني أحمد السايح من مدينة نابلس في الضفة الغربية من فقر شديد أدى إلى تراكم الديون على أسرته وتهديده بإخلاء منزله المستأجر وذلك بعد أن أقعدته عملية في عموده الفقري عن الحركة والعمل وعن إعالة زوجته وأطفاله الأربعة مراسلنا أحمد براهمي صلت الضوء على معاناة أحمد وعائلته أصعب ما قد يمر به الإنسان في حياته أن يقف عجزا أمام أطفاله أحمد السايح 38 عاما من مدينة نابلس يمر بهذه المعاناة نتيجة إصابته بمشكلة في العمود الفقري وعصب رجليه بسبب عمله كخياط وجلوسه على الكرسي مدة طويلة أجريت له عملية واحدة في العمود الفقري قبل عام واحد ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لا يقوى على الحركة أو العمل ويحتاج لعملية أخرى تتطلب مبلغا طائلا لا يستطيع أحمد أن يوفره ونسبة نجاحها قليلة جدا تعطل أحمد عن العمل تسبب له بضائقة مالية كبيرة مما يجعله عاجزا عن توفير ما يحتاجونه أطفاله الأربعة ومهدد بالخروج من المنزل بسبب تفاقم أجار بيته منذ سنة ونصف أحمد يحتاج لعلاج نفسه وعلاج ولده أيمن الذي يعاني من نقص الأكسجين في الدماغ مما يجعل تقدمه في المدرسة محدودا قد يبقى عاجزا أحمد السايح عن الحركة أو العمل ويحتاج لحل لوضعه الصحي والمعيشي ولا يتمنى سوى تدخلا إلهيا في حالته ليعود كما كان أنا ما بدي إشي لنا بس أن أتعالى ترجع صحتي وعفيته إن شاء الله بعوضهم وربيهم ما يتازوا حد إن شاء الله بنحرق قلبي عليهم أطفالهم ما بعرفوا إشي بس إن شاء الله الله كبير لا يريد سوى استعادة صحته كما كانت ليعود لعمله ويؤمن حياة كريمة لزوجته وأطفاله وأن يقديم لهم ما فقدوه فترة عجزه عن العمل أحمد براهم رؤية نابلس